كيف علاقة إسلام حمزة بالتيار الإسلامي؟ سؤال هذا ينواجه فيه من أول الإنقلال علاقتي بالتيار الإسلامي، التيار الإسلامي هو جزء من بلادنا وأنا كتونسية، كمحامية تونسية، رأى أن بلادنا تعاني من مشكلة مستعصية ربما هي موجودة في بلدين عديدة، تتمثل في أنه هالتيار الإسلامي اللي أنا ما نحبش نحكي عليه كتيار كمجموعة سياسية، أنا نقول كتونسة فما توينسة، هو انتمائتهم هما ينتميوا لهالتيار هذية أو هما، خلينا نقولوا يحبوا التيار هذية، هما مقتنعين بالتيار هذية بما أني نشوف أنه البلاد هذية ما تنجح وما تركز ديمقراطية حقيقية إلا نهارة اللي التوينسة الكل بما فيهم، هذو ما اللي نسميهم التيار الإسلامي يكون عندهم القبول يستشعروا أنهم هما في بلادهم، والبلاد هذية ينجموا يتحركوا فيها كما أي تونسي بدون أن يكون مستهدف، بدون أن نسبوه، البلاد هذية تقبل الناس الكل علاقة السلام بالتيار هذية هي علاقة وقوف إلى جنبه، هذا ما نخفيش، عليش وقوف إلى جنبه لأنه أنا نشوف أنهم الآن لدي اللحظة وما الترف المستضعف، وإنا في حياتي نقف مع المستضعف ليس قناعة أو انتماء، وهذا يعني نقول وأنا في العادة يقولوا لي شوف تقول وتشكرهم ومن بعد تحاولين أن تنقى بنفسك عن الانتماء، أنا مش محاولة أن أنقى بنفسي أنا لا أنتمي لهذا التيار، هي ليست محاولة، هذي حقيقة، ولكن هما ناس يمثلوا التوينسة وبلادنا بش تستقر، لازم التوينسة الكل بجميع أفكارهم ومشاربهم يكونوا موجودين وعنا أحنا في بلادنا، هذه زادت ظهرت للعلن، كي زيد فوق الماء، لحالة عدم القبول لهذا الطرف والتي تظاهر للعيين بعد الانقلاب، رغم المحاولات خلال عشر سنوات، نقولوا لي، فما توافقات وفما قبول ولكن بعد عشر سنوات ظهر بالكشف أن هالناس هذوما فما محاولة لاستقصالهم نعم